كيف تحدث عنw كي تحدث عنw تجيب ان يكون لدي 3 مضاً اولاً يكون لدي المضاق الي هو مثلاً ولا تقول عن ذلك ما يطلع السورس الآخر ي作ر من المثال في البداية اليوم عشان خاطر يطلع الساون فيبقى اول حاجة السورس السورس دوت ممكن يكون ايه السورس دوت ممكن يكون زي مسلا انا لو ماسك حبل ويببدأ ان انا اعمله فيبريت او أوسيليت فيبقى معنى كده اي دي هي ده تعتبر مين تعتبر السورس بالنسبالي فهو ده اللي هينقل للجسم فالسورس يعتبر أوسيليتور تمام او حاجة بتعمل طب حلو جدا ممكن يكون حاجة زي سترينج مسلا بتاع الجيتار ده يعتبر أوسيليتور حاجة زي الممبرين بتاع الطابلة ده يعتبر أوسيليتور الاحبال الصوتية دي تعتبر أوسيليتور او تعتبر يبقى كده السورس عندي حاجات كتيرة جدا ممكن ان اختار اي حاجة منه انا هشرح البندلوم عشان البندلوم هو يعتبر ابسط حاجة ممكن ان احنا نشرح عليها أوسيليشن وهتكلم عن نوع معين من الاوسيليشن اسمها سيمبل هارمونيك موشن ده ابسط نوع من انواع الاوسيليشن فانا هشرح السيمبل هارمونيك موشن على بندلوم بندلوم قاعد في امانة لازم عشان خاطر يعمل الفيبريتو او كده لازم ان انا ازققه او ادينه انرجي في الاول فلما يتزقق هيحصل كده هيبدأ ان هو يتحرك الناحية دي ويتحرك الناحية دي ويتحرك السيمبل هارمونيك موشن او الاوسيليشن ديت فيه شوية حاجات بتميزها زي ايه؟ زي ان انا لازم ابقى عارف ان الجسم وهو بيتحرك بيعمل عدد معين من الاوسيليشن الاوسيليشن الواحدة اللي هي كومبريت اوسيليشن دي عبار عن ايه؟ يعني مثلا او البندرون بدأ من البوينت دي اللي انا هسميها الاكليبريان بوينت اللي هي زيرو الزيرو دي اليمين الدس بليسمانت بتاعته ما عملش دس بليسمانت خالص بدأ ان هو يديس بليس كده كده فالدس بليسمانت فضلت ان هي تزيد 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 لحد ما وصلت للمكسمم بيقف مومنتري يعني الفيلوستي هنا بتبقى مومنتري بتبقى ايكول زيرو بعد كده اللي بيحصل بيبدأ ان هو يرجع يرجع تاني لحد ما وصل لزيرو دس بليسمانت تاني هل معنى كده ان هو يبقى عمل كومبليت اوسيليشن لأ كومبليت اوسيليشن يعني ان هو يرجع يكرر نفس اللي عمله دوت تاني زي بالظبن هل كده يكرر نفس اللي عمله تاني لا هو بدأ الموشن اتحرك ناحية اليمين اللي احنا مثلا نعتبره البوستف بعدين رجع تاني للزيرو هل هيرجع تاني يتحرك ناحية اليمين لا هو هيرجع يتحرك ناحية الشمال اللي احنا ممكن نعتبره الناجتف بعدين يرجع تاني للزيرو يبقى دي كده كومبليت اوسيليشن فالكومبليت اوسيليشن في السيمبل هارمونيك موشن لان فيه موشن كتيرة مش سيمبل ومش هارمونيك فالاوسيليشن انواع كتير اوائي احنا هنا بس بندرس ابسط نوع عشان خاطر احنا بندرس البسيط نفهمه نبدأ ندرس اللي بعده فهنا مثلا كده هو عمل اربع كوارترز من الموشن ده الكوارتر الاولاني ده التاني ده التالت ده الرابع وكده يريد عمل اربع كوارترز من الموشن وكده يبقى هو وصل للاكسمم لو هي سيمبل هارمونيك اسيليشن يبقى هو وصل للاكسمم نحيتي ووصل للاكسمم نحيتي فكده هنعرف اثنين مهمين جدا مخمم اول اول فزيكال كونتيد اسمها dis placement والتاني اسمها amplitude الديس بلاس مانت ذي عند اي نقطة بشوف المسافة اللي هو اتحركها الجسم يبقى هي دي اللي اسمها dis placement اللي هو من نقطة الزيرو او نقطة الاكليبريم الـ displacement دي variable مع الوقت بتتغير ممكن تبقى positive وممكن تبقى negative لان لو اتحركت ناحية اليمين يبقى اول ده وكيه في الـ direction الـ positive حركت ناحية الشمال يبقى ده في الـ direction الـ negative يبقى هي كده vector quantity لان هي depend على الـ direction طيب انما الـ amplitude اللي هو احنا نسميه ايه ده هو الـ maximum displacement يعني اكبر حاجة ممكن يوصل لها هي دي اسمها الـ amplitude فالـ amplitude دوت يعتبر constant مش على طول constant هو constant بالنسبة للـ simple harmonic motion انما لو اي نوع تاني من انواع الـ motions او vibrations ممكن ما يبقى كونستان simple harmonic motion دي ما بيحصلش فيها لص يعني هو لو فضل يـ vibrate هيفضل يـ vibrate كده طول عمره انما في الحقيقة عشان بيبقى فيه فريكشن فالـ friction دوت بيبدأ ان هو يقلل الـ amplitude كل period of time فيبدأ ان هو يقل 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 بتاعته الحقيقة ما يقف خالص فدي اسمها دامبت مش simple harmonic oscillation اكششن simple harmonic oscillation مش موجودة في الحقيقة هو احنا بس بناخدها كنوع بسيط وبعد كده نبدأ لما نفهمها نبدأ ندخل حتة اللصف نخليها دامبت اللي هي موجودة في الحقيقة نبدأ ندخل لو هي بقى complex شوية يعني في complex harmonic motion وهكذا اللي هو انا بقى ادريس الحاجة البسيطة قوي حتى لو هي مش موجودة في الحقيقة بس انا هبدأ اضيف عليها كل شوية حاجة عشان خطر اعرف هي في الحقيقة عاملة ازاي طيب يبقى دي كده اللي هي زي ما اتفقنا هتكون constant ومش depend ان حتى لو الجسم موجود عند الزيرو عمي يقولي هو اكبر مسافة ممكن يوصلها هو اكبر مسافة ممكن يوصلها ايدي حتى لو هو في اللحظة دي مش هنا هو لو فدل يتحرك هيوصل لحد اكبر مسافة دي تمام ويعتبر لانه هو number just a number هو انا بس بقول الماكسمام اللي ممكن يوصله هو كذا مثلا 10 متر تب ما 10 متر الناحية دي و10 متر الناحية دي انا كده كده انا عارف ان هو في الناحية دي يعني هو بيوصل لماكسمام من الزيرو مين وشمال فهيبقى مالهاش دي ريكشن طيب دول من الحاجات المهمة جدا نعرفها عشان خاطر هم related بالويفز يعني انا لما اعرف دول هقدر ان انا اتكلم عالويفز طيب فيه برضو حاجة مهمة جدا اسمها frequency و periodic time ايه ال frequency ان انا بقول ان هي number ال complete oscillations period time يعني انا لو ال pendulum ده عمال يتحرك عمل خمسين oscillations في ثانية واحدة يبقى هي دي ال frequency هو بيعمل كام oscillations في كل ثانية ودي بتعبر عن سرعة ال vibration او سرعة الحركة بتاعته او سرعة ال oscillation بتاعته يعني الالم دوت كده frequency قليلة كده frequency عالية كل ما هي على اكتر يبقى كده ال frequency يدي يعني عدد complete oscillations بتحسب كل ثانية كبيرة طيب تخيلوا ان انا مقعد واحد قلت له عديد لي يا ابني ال oscillations ذات عشان تحسب frequency مسك stopwatch واقعد يعد واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة اخمسة عشر مية في دقيقة قال انا ال stopwatch عديد لي دقيقة وهم عدوا مية او عملوا مية وعشرين frequency كده تبقى كام frequency يامين هي number of complete oscillations period time يعني في ثانية واحدة انما ال b لما عادي عد عدد في دقيقة كاملة انا عايز اعرف كل ثانية عمل كام فاقول له خلاص اعمل حاجة بسيطة frequency اللي هي بنسميها f او هنسميها new السيمبل ده اسمه new هو في الحقيقة ان هو بالجريك بيتكتب كده ده new اللي هو عامل زي ال v بس احنا كده كمصريين عشان خطر ان نبيز ما بينه وما بين ال v فاحنا قلنا ان ال new هيبقى هو ده هو سيمبل جريك تاني بس انا مش فاكر اسمه ساي باين انا مش فاكر ايه مش فاكر اسمه بصراحة بس احنا اخدنا ان هو ده يبقى new ما علينا مش هتفرق المهم ان انت عارف تبقى frequency هي new لو شفتها معمولة v متدلع سنة كده يبقى اللي هي اللي هي ال v ال italic ده كده تبقى new يبقى ده frequency انما v small هي ده velocity او بتبقى الشرطة بتاعتها من الشمال المهم ما علينا مش هتفرق في حاجة قوي احنا نستخدم ديات عشان خاطر مطلباتش خصوصا ان انا اصلا ما اعمل اللي بعملها من معلمين يعني ما بعمل طيب مش مهم هو عمل مية وعشرين oscillations في التسفتين ثانية يبقى كل ثانية قد ايه صح اتنين oscillations يبقى ديك كده جابها ازاي عمل المية وعشرين افر سيكستي فقدتنا two oscillations per second يبقى انا عشان احسب frequency انا ممكن اعملها number complete oscillations over time of these oscillations يبقى دي كده هيا ال frequency او ال rule اللي انا قدر احسب بي frequency طب اليوني بتعيتها ايه number of participation over time هيا دي frequency number of rotations بالنسبة له rotational motion number of oscillations number of vibrations number of turns number of revolver revolts number of اي حاجة الجسم بيعملها over time يبقى هنا بالنسبة لهو بيعمل oscillation number of complete oscillation over per unit time or per second حلوة جدا طبعا number ده مش physical unit هو unit او بس مش physical unit يعني لما باجي اه دخله فرولز ما بيدخلش في حاجة يعني ما بيقصرش على ال unit في حاجة في معنى كده في الاخر احنا ممكن نقول ان هو second one over second او second power negative one وهي هي باسم العالم هيرتز سميها اختصارا لهيرتز محدش بقى والنبي يقول لي اه ده هي بتتهز عشان هي بتفايبريت يبقى هز هز وانا بلاش بالنبي المهم سيبوا لي انا القلش السخيف انا اعرف اقلش حلو ما تقلشوش انتو المهم periodic time مين هو periodic time بتاع ال period الوحدة او time متاع ال one complete oscillation مين متاع ال one complete oscillation team متخيل كده ان دقة تتحركت من هنا لحد هنا وريقع التاني يبقى دي complete oscillation هاز اعرف بتاخد وقت قد دي حلو جدا هو لو الجسم بيعمل One Oscillation In One Second يعني هو بيعمل One Oscillation In One Second يبقى معنى كده ان دية كدة هتكون ايه ان ال period English time هيكون One Second ما هو الاصلشن الوحدة تاخد طيب لو وهو بيعمل في الثانية يبقى كل لشه 300 ا환 تاخد نصف ثانية يبقى رسالة واحدة في ثانية واحدة يبقى السانية بيعمل فيها حلو يبقى كده طيب لو جيت قلتلك هو هة في الثانية يبقى لشهدة تاخد وقت دي نصف ثانية نصف ثانية يبقى اللي أحد يكتم ده تاخد سيكون سيكون محدودة لأنهم 10 محدودة كل واحدة تأخذ محدودة سيكون العشرة مع بعض سيأخذه السيكونة في الأخير أكتشف أن الوقت دائما هو الريسيبروكال وان افر الريقونسي ولكن لو عندي عيد ويأتي الريقونسي يكون الاتنين عكس يبقى هي برضو تي افر ان لو عملتها بطريقة تانية يعني أنا بقول لك هو مثلا بيعمل 120 في 60 طب أنا عايز أعرف بقى يبقى كل تأخذ الوقت دي حلو جدا شوف الوقت وقسمه على يعني تخيل كده هو معي هو بيعمل مثلا أو مثلا هقول لك هو بيأخذ مثلا عشان يعمل يبقى كده طب هو بيأخذ 2 seconds عشان يعمل 2 seconds عشان يعمل 4 oscillations يبقى معنى كده ان كل oscillation تأخذ الوقت دي فانت هتقول لي اخذ الوقت كله هروح عمله فتعملي 2x4 يبقى كل واحدة تأخذ هاف فانت ممكن تقلب ده يبقى دوتها يبقى T over N time complete oscillations over number simple harmonic motion هي دول اللي انا محتاجة اسهم لها هم دول اللي انا محتاجة اسهم لها كويس جدا وهقول حاجة كمان لو انا رسمت الجراف ما بين times ويجعل تغير كم تغير فانا هلاقي ان انا في الاول انا بادئ زيله هتجد اهو لذي الاسمت بداية زيله تبدأ تزيد تزيد لحد ما توقف مرة واحدة لازمت تزيد 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 لحد ما وقف وصل يبقى مدام وصل للماكسيمم اهو وبعدين قعدت تقل تقل تاني لحد ما وصلت الزير اهو رجعت 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 لحد ما وصلت الزير طيب وبعد كده مش هي هتبدأ تقلب مدام قلبت بتاع يبقى معنا كده ان هي دخلت في يبقى كده بقت بالنجاتيف وتعمل نفس اللي عملته في النجاتيف زي اللي عملته في البوستف وتبدأ تكرر الموضوع يبقى لان رسمه دوت انا رسم وان كومبليت اوسيلاشن ودي مش ويف دي جاست ربريزنتيشن ماثماتيكال او جرافيكال ربريزنتيشن للديس بليسمانت مع التايم بشوف الديس بليسمانت اتصرف ازاي مع التايم فدي نفسها مش ويف لان انا قلت دي لسه ما عملتش بروباجيت في حتة الجراف ده مهم جدا ده اسمو صين كيرب بيحصلله ليستقي υفضل ليس شد لها ربريزنتيشن بصين كيرب لو انا شفت موشن او شفت فيبريشن وحاولت تعملها ربريزنتيشن ما بين الدسبليسمانت واتين لقيتها مش بتطلع صين كيرب يبقى دي مش طانية دي موشن تانية من نوع تاني بس مش integr distractive يجب أن تظهر لنعرفه على العثور على المعرفة ممتازة على الكثير من الوصول تكون لدينا ستقسم لأربعة قوارترز من الموشن أهم هما دول الاربع هذه أول واحدة و هذه أخرى تزيد إلى الماكسوم و بعدها ترجع إلى الزيرو تزيد إلى الماكسوم من الزيرو و بعدها ترجع إلى الزيرو و تضل الاربع قوارترز بتعام الموشن لحد هنا هذا يسمى الـ أعني عندما أدعى هذا الوصول بالمنظر ده يبقى دي كده هي هلوة قوي والأمبريتود هتلاقي واحد بالبوصف واحد بالإيه بالنجس بتاع الجراف ده مهم جدا يعني مثلا ممكن يبديني الجراف ويقعد يقول لي يعمل لي بقى اي عم الاناليسيز ده طلع لي بقى يعم او ييجي مسلا وما يبدأ ليش من الزيرو عادي يبدأ من اي حد ويقول لي طلع لي البيتك تايم ما البيتك تايم ان انا ابدأ من بوينت ارجع لبوينت شابها بالزبط فايمة اتقول لي اهو انا ابدأ من هنا كده تلقى انزلت مش عارف ايه اهو اشوف التيت ده ذا ده 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 انا رسم ما بين و يبدأ تايم و واحد ثانية يقولي طب لي مابدأ من هنا مش هو بدء ماكسوم اه لحد ما رجع تاني ماهو ده حلو جدا صح ما هو ده تخيل ان انت بدء من او نجيت بالماكسيموم كمان اهو وصلت ورجعت مش انت عملت اربعة مدام انت عملت الاربع كورترز دول يبقى كده انت مش مهم ترتبهم مش مهم انت بدأت منين ده يا رب انت ممكن تبدأ من هنا كده توصل لنفس الpoint اللي هي ليها نفس الفيز يعني الpoint دي والpoint دي بنقول عليهم same phase يعني بيمروا بنفس المرحلة دي بتمر بنفس المرحلة اللي مرت بها دائل فيبقى معنى كده ان الاتنين دول كده ما بينهم ال time اللي خدته ال particle عشان يوصل من ديل دي هو برضو بريدكتايم هياخد نفس الوقت بزرع حلو جدا انما ما تجيش تقول لي انا هاخد ما بين دي و دي يا مستر ما هم هم نفس الفيز هقول لك لا دول مش consecutive لازم يبقى يعني دي اللي بعديها عطول هي دي تمام انما دي مش بعديها عطول فهمنا لسيمبل هارمونيك موشن مهم جدا لان هو بيجي عليه مسائل لوحده بيجي عليه اسئلة لفهمه لوحده وهيسهل لنا جدا فهمنا للويفز اشتركوا في القناة